السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من وجهة نظر مع محمد انديل قطر دولة مش عادية لا 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 قطر استطاعت باعلامها ان هي توج نفسها وباقتدار على رؤوس العرب او بمعنى ادق على رؤوس المرفالين العرب استطاعت التلاعب في نفسية المواطن العربي من خلال قنوات تلفزيونية او بتمولها وكمان قنوات يوتيوبية بالاضافة للاصدارات الصحفية والالكترونية كل ده تحت ادارة صهيونية الواحد صهيوني عضو كنسة سابق وحالف يمين الولاء لاسرائيل ومش هنزها ان احنا نقول لكم الكلام ده في كل حلقة لحد ما تحفظوه ويرسق في دمركم الواحد ده اسمه عزمي انتم بشارة كلكم عارفينه وكلكم عارفين ان هو بيدير دولة قطر وبيدير اعلام دولة قطر وبرغم كده في ناس عرب كتير جدا بيصدقوا اعلام دولة قطر اللي بيشيطن مجموعة من الدول العربية على رأسها مصر والسعودية والامارات والبحرين وبيقول عليهم ان هم مرتمين في احضان العدو الصهيوني في حين الاعلام ده اللي بيديره ذات نفسه صهيوني عرفتو ازاي اندحك على كتير من عقول العرب باسم الاعلام؟ عرفتو ازاي اعلام قطر؟ قدر يسيطر على العقول دي؟ وقدر يقنعهم بعكس الحقيق على مدى عشرين سنة؟ الغريب انه بيقنعهم بحاجات لو اعلام تاني اللي قالها استحالة حيصدقوه ولكن هم بيصدقوا اعلام قطر لان هم عارفين اللي بيديره صهيوني والصهيوني والصهاينة مبيجدبوش زي القطنة كده مبتجدبش الصهاينة مبيجدبوش وقعدت تقنع فناس وتقنع فناس وتقنع فناس لحد ما عملت الاتحاد القطري للمرفالين العرب اهلا بكم الحلقة دي رسالة ومرجع لكل واحد عايز يعرف هل هو عضو في الاتحاد ده ولا لا؟ وكمان يعرف الناس اللي حواليه مين فيهم عضو في الاتحاد ده ومين فيهم مش عضو خدها مني قاعدة اي حد بيؤمن بالحاجات اللي حنقولها كمان شوية هو عضو اصيل في الاتحاد القطري للمرفالين العرب الاتحاد القطري للمرفالين العرب بيدم كل الاتي اسماؤهم او صفاتهم او افعلهم الاخ العربي اللي بيقعد طول الليل يتفرج على معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وغيرهم وهم بيتكلموا على تطبيق مصر والسعودية والامارات والبحرين مع الكيان السهيوني بينما الكنسولية الاسرائيلية في اسطنبول على بعض انطار قليلة من المكان اللي هو بتكلم منه هو تفضل تركيا شريف ما بتطبعش مع الكيان السهيوني ورغم ان الناس اللي بتتكلم على التطبيع العربي الاسرائيلي دول قطر هي اللي بتصرف عليهم وقطر مطبع مع العدوه السهيوني من سنة 1995 إلا ينه برضو هتفضل قطر شريفا هو عندك الاخ الثاني اللي بيقعد يتفرج على قناة الجزيرة وهي بتوزع سقوك العمالة على مصر والسعودية والامارات والبحرين وعمان وغيرهم في حين ان مكتب التمسيل التجاري الاسرائيلي على بعض امطار قليلة من الاستوديو اللي قناة الجزيرة بتبث مني لا وكمال القاعدة العسكرية اللي بيتضرب منها اخواتنا العرب على بعد كيلومترات قليلة من الاستوديو اللي الجزيرة بتبث مني والمواطن الثالث هو المواطن اللي عنده قناة عن تركيا وايران بيساعدوا القضية الفلسطينية بغرم ان ايران وتركيا عمرهم اطلقوا رصاصة واحدة بس على العدو الاسرائيلي دايما تصريحات كل اللي بيطلقوه تصريحات والتعاون في الخفاء وفي العلن على اعلى ما يكون الناس الناس اللي مصدقين ان تركيا وايران بيساعدوا القضية الفلسطينية عارفين تمام المعرفة ان ايران وتركيا بيحتلوا ارض اعربية وبغرم كدا بيحاولوا yخلصوا الارض العربية من المحتل الاسرائيلي يمكن عشان يحتله هما الاخر داي لديو عضوية ذهبية في نادي المرفلين العرب اما الاخر اللي شايفي ان الملenaكة العربية السعودية عندها علاقات مع اسرائيل ومش شايف في الصورة دي فدا يستحق عضوية ذهبية برضه في نادي المرفلين العرب ونادي العميان العرب كمان وعندك واحد تاني عنده قناع عن السعودية بتصرف فلوس طائلة عشان تشتري اسلحة وبيقولي ان الشعوب العربية اولى بالفلوس دي وما عندوش مشكلة ابدا ان قطر تصرف فلوس اكتر من الفلوس اللي بتصرفها السعودية عشان تأمين نفسها علشان مجرد ان هي تعمل بطولة كورة ما لهاش اي ايمة على الاطلاق طب على الاقل السعودية بفلوسها دي حمت نفسها وحمت الدول العربية كلها قل انت المليارات اللي تدفعت في كاس العلام دي ايه وجه اللي استفادة منها ده غير المليارات اللي بتدفعها قطر كل سنة للإعلام بتاعها اللي بيفتت وبيشوه كل الدول العربية بلا استثناء وبيزرع البرداء والقراهية بين الشعوب العربية بعضها وبعض وبين الشعوب العربية وحكامها ملايين بتدفع لإثارة الفتنة والقلاق في الدول العربية وفي الوطن العربي حتى يتشتت ويتفتت ويتقطع مصلحة للمشروع الصهيوني والتركي والفرسي في المنطقة وطبعا مش هننسى دعم قطر للإرهاب اللي وزير خارجياتها اعترفه قل بس احنا مش اكتر ناسبة تصرف على الإرهاب في المنطقة ولا حاجة اما بالنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد في قائمة الاتهامات فهذا الموضوع موجود في كافة دول المنطقة وليس فريد فقط او ينطبق فقط على دولة قطر ودولة قطر بالعكس هي تقع في اسفل قائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجر لزيز اوي كابتن نينق وفيه اخ كمان يستحق العضوية اللي هو بيتفلسف على الحرب العربية في اليمن اللي بيقول عليها ان ده عضوان على الشعب اليمني واكنه مش عارف ان اليمن مختطفة من قبل الحوثيين التابعين لايران وان التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن ما هو الا وسيلة لاستعدة الارض وتمكين اهلها منها وان لولة التحالف ده كان زمان ايران مسيطرة على اليمن بالكامل وفيه واحد كمان يستحق الانضمام للتحاد المغفرين العرب وهو الاخ اللي بيتابع قناة الميادين القناة الايرانية الناتقة بالعربية اللي اسسها واحد قطر اسمه غسام بن جده وده متشيع اسسها لتكون نطيقة باللغة العربية ضد كل ما هو عربي وعندك واحد كمان لما يتكلم على عزمي انطوم بشارة يقول لك المفكر العربي الترفيل وصل لمرحلة خطيرة يا جدعان عزمي انطوم بشارة اللي اقسم يمين الولاء لاسرائيل وكان عضو سابق في الكنيسة الاسرائيلي بقى مفكر عربي وبقى الشأن العربي كل همه وكل شغله على فكرة هو كان يفكر يرشح نفسه لرئيسة وزراء اسرائيل درير ان عضو في حسبي شيوعي بيكره كل ما هو عربي وما بيؤمنش ابدا بدول اسمها فلسطين الراجل ده بيقولوا عليه بفكر عربي وبيحترموه خش على الاتحاد العربي للمغفلين العرب بقى الب جامد انت عضو اساسي وعندك مغفل كمان بيقعد يوم الخميس يستنى برنامج جو شو على قناة العربي المملوكة لعزمي انطوم بشارة والممولة باموال قطرية عشان يقعد يتفرج على البرنامج وينشكح ويقعد يضحك على احوال العرب قال يعني مش عارف ان القناة المملوكة للصهيوني اللي اتكلمنا عليه من شوية وفيه بقى المواطن العربي الغريب العجيب اللي شاغل باله بقضية جمال خشوجي ومين اللي قتل خشوجي وقتلوا ليه وحيتحكم ازاي ولازم تدول القضية ويقعد يستنى اخبار قناة الجزيرة عن جمال خشوجي ويقعد يدعي على السعودية ويتمنى لها الضمر والخراب بسبب جمال خشوجي اللي سبب باعتراف المجلة الامريكية اللي كان شغال فيها انه كان بيشتغل بتمويل قطر وكان بيهاجم العربية السعودية لحساب قطر ونفس المواطن ده اللي زعلان على جمال خشوجي الشخص الواحد اللي تقتل مش زعلان ابدا وبيفكرش ابدا في العراقيين والسوريين السنة اللي بيتقتلوا كل يوم واللي ايران بتقتلهم وبتحجوهم وبتسحلهم يوميا تقول مش مهمين المهم جمال خشوجي ولا الاكراد اللي تركيا بتدبح فيهم كل يوم بقى مش مشكلة المهم جمال خشوجي لان الجزيرة قالت جمال خشوجي في بقى المواطن العربي او المرفل الكبير اللي يوميا بيدعي على مصر والسعودية والامارات لانه عارف انه لما ربنا يستجيب لدعوته والدول دي تتدمر القضايا الفلسطينية هتتحل وفلسطين هتتحرر والقدس ترجع لنا ده بقى المرفل الكبير قوي ما احترمنا للجميع ولكن كلمة مرفل جاية من الغفلة والواقعين في الغفلة من العرب كتير جدا واعوا ضحية اعلام قطر الموجه اللي الهدف منه الفتنة ونشر القراهية والبغضاء وتفتيت الامة العربية وتقسمها وتجزئها خدمة للمشروع الصهيوني والتركي والفارسي في المنطقة علشان يعملوا مشروع الشرق الاوسط الجديد ملوعة يتعمل ازاي اتمنى لو كنت عضو في الاتحاد العربي للمغفلين العرب انك تخرج منه فورا وتبطل تتفرج على الاعلام ده وتبطل تصدقه وما تاخدش القرار ده منك لنفسك خد القرار ده بعد ما تاخد اخبارهم وتحللها وتعرضها على العقل والمنطق وتدور في مصادر الاخبار العالمية هل الكلام ده صح ولا غلط صدقني واوعدك انك حتلاقيه بنفسك غلط ما تنضمش لاي اتحاد ولا تسلم عقلك لاي اعلام خليه عليك حر يسمع من هنا ويسمع من هنا وهو اللي يحكم ما تكونش تابع او امعه وما تسيبش عقلك لاي حد يتحكم فيه او يسيطر عليه اي معلومة خدها من هنا او من هنا او من هنا ودور على اصلها وفصلها وزا كانت صح ولا غلط عشان ما ترجعش تاني عضو في اتحاد المغفلين العرب انا بنصحك مش اكتر لاني عايزك صاحي مش عايزك غفلا لان الغفلة اللي انت فيها دي مش بتدرك لوحدك بتدرك وبتدرك الامة العربية ككل يا رب تفوقوا اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته